وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 896 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 891 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 771 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط قرابة 100 طن أما في مجال البيع بأزيد لمواد البناء فقد تم ضبط 20 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 927 قضية من بينها 193 قضية خبز ناقص الوزن و224 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 40 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 670 طن ترجمة نانسي قنقر